اشتركوا في القناة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأبوا أن ينتهوا فأنزل الله تعالى آيات بينات بيّن فيها الله سبحانه وتعالى الحكم في هؤلاء فقال في صورة المجادلة ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إلى آخر الآية ثم بعد ذلك أدب الله سبحانه وتعالى المؤمنون بأدب فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان أي كما يفعل اليهود والمنافقون وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون لذلك قال سبحانه وتعالى في الآيات التي قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة أي اثنان ثلاثة تناجون بعضهم مع بعض يتكلمون سرا إلا وهو رابعهم أي معهم بمعيته وسمعه وبصره سبحانه وتعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك لا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ثم أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والمؤمنون من بعدهم ونحن من بعدهم بأدب آخر في التناجي فقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه فإن ذلك يحزنه لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المجادلة إنما النجوة من الشيطان أي إذا تناجى الاثنان دون الثالث فإن ذلك يكون من تزيين الشيطان ووسوسته لهذه الاثنين لماذا؟ قال ليحزن الذين آمنوا فإن ذلك يحزنه وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وقال عليه الصلاة والسلام موضحا أن ذلك التناجي يجوز إذا سمح لهم الثالث فقال في رواية مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه فيا عبد الله اعلم إذا تناجيت أنت وصاحبك أو أنت وصاحبيك فاعلم أن الله يكون رابعكما ثالثكما أو رابعكما فلا تتناجى بالإثم والعدوان إنما تناجى بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته